بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن في وقت سابق صحب قوته وقدراته عسكرية من منطقة الخليج منها بطارية الباطريط وكانت هذه الخطوة أتت في إطار خطوة لإعادة تنظيم الوجود العسكري الأمريكي حول العالم بعيدا عن الشرق الأوسط كما صرح الأمريكيون تلك التطورات التي أتت في وسط تزايد الهجمات الصاروقية والمسيرات من الحوثيين المدعومين من إيران في العمان والميليشيات الموالية لطهران في العراق أي أنها أتت في وقت غير مناسب بتاتا هو الأمر الذي أغضب السعوديين خرج علينا اليوم خبر عاجل من اليونان يتعلق بهذا القرار فبعد أن سحبت الولايات المتحدة ثلاثة بطاريات باطريط على الأقل من منطقة الخليج بما في ذلك واحدة من قاعدة الأمير سلطان الجوية في السعودية والتي وضعت قبل عدة سنوات لحماية القوات الأمريكية اليونان تدخل على الخط وتكشف عن المفاجأة والتي أسعدت السعوديين بكل تأكيد ولكن قبل أن ندخل إلى القرار اليوناني نشير هنا إلى القرار الآخر والمتعلق بطائرة الـ F-35 والتي سوف تنضم قريبا إلى دولة الإمارات فيبدو أن الأخبار العسكرية الصارة تتوالى تباعا على منطقة الخليج وخصوصا المملكة والإمارات فقد قال متحدث باسم وزارة الخارجية لشبكة سينين الأربع إن إدارة بايدا تعتزم الموضية قدما في مبيعات الأسلحة المقترحة بقيمة 23 مليار دولار إلى الإمارات العربية المتحدة حتى مع استمرارها في مراجعتها لعمليات نقل الأسلحة المعلقة الإدارة الأمريكية ماضية في هذه الصفقة والتي تشمل طائرات F-35 وطائرات بدون طيارة مسلحة على الرغم من قلق الحزبين في الكونغرس الديمقراطي والجمهوري بشأن الصرعة التي تم اتباعها وتأثيرها المحتمل على حقوق الإنسان والأمن الإقليمي الأوسع في المنطقة إذن خبر سعيد للإمارات العربية المتحدة وآخر للمملكة العربية السعودية ونذكر هنا بما قاله وزير الخارجية توني بيرينكين أن الإدارة كانت تراجع مبيعات الأسلحة المعلقة كما هو معتاد في بداية إدارة جديدة لتأكد من أن ما يتم النظر فيه هو شيء يعزز أهدافنا الاستراتيجية ويعزز سياساتنا الخارجية وننتقل إلى الخبر المتعلق باليونان حيث قال مسؤولني حكوميان في أثين الأربعاء إنه من المتوقع أن تضع اليونان اللمسات الأخيرة على اتفاق مع السعودية لنشر نظام باتريوت اليونانية المضاد للطائرات الأسبوع المقبل وقال أحد المسؤولين لرويترز إن وزير الخارجية نيكوس ديندياس ووزير الدفاع نيكوس باناجيوتو بولوس من المقرر أن يتوجه إلى الرياضة الأسبوع المقبل لتوقيع الاتفاق وقال مسؤول آخر طلب عدم الكشف عن هويته إن اليونان ستعير بطارية من نظام باتريوت الأمريكي المضاد للطائرات الأمريكية لحماية منشآت الطاقة الحيوية يتياد في الوقت الذي كثفت فيه جماعة الحوثي اليمني المتحالفة مع إيرانا والتي تقتل تحالفا تقود السعودية وتدخل في حرب في البلاد منذ العام 2015 هجمتها بطائرة مصيرة وصواريخ على أهداف سعودية في الأسابيع الأخيرة ويذكر أنه تم تصميم نظام الباتريوت بشكل أساسي لمواجهة الهجمات الصاروخية الباليستية على ارتفاعات عالية والتي كان على المملكة في كثير من الأحيان التعامل معها منذ التدخل في اليمن ترجمة نانسي قنقر